زي ما شفنا مع حضرتكم في التقرير فكرة مبادرة رسم مصر خرجت من كليهات التربية الفنية جامعة حلوان مبادرة دي حيئة قدرت انها تجمع الشباب المبدع اللي عنده شغل بالرسم والتراث والحضارة المصرية فعايزين وحبين ويشرفنا نحن نتكلم عن هذه المبادرة مع الدكتور محمد حمدي کاستاذ الرسم والتصوير في كليهات التربية الفنية بجامعة حلوان ومؤسس مبادرة رسم مصر صباح الخير عليك يا دكتور وأهلا بك معنا في صباح الخير سواح الخير لحضرتك أهلا بحضرتك يعني مبادرة الحقيقة مهمة ويمكن الرسم كمان فيه ناس ممكن تبادر منها تحكي تاريخ مصر وحضارة مصر لكن الرسم طريقة سالسة اللي تقدر توصل لكل الناس بسهولة فعايزة أعرف من حضرتك مبدئيا عن مشاركتك في معرض القاهرة الدولي لكتاب وتفاعل الجمهور مع هذه المبادرة هو ده كده بنبدأ من الجزء التاني الأنشطة اللي ابتدت تعملها الفرقة أو مشروع رسم مصر في الحقيقة تم الاستعانة بين الفترة اللي فاتت في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 53 وكانت الورش أغلبها قبل كده في الدورات السابقة كانت بتبقى أبسط من كده يعني تلوين أو أنشطة بسيطة فبالنسبة للمجالات اللي احنا بناخدها في كلية التربية الفنية والمشروع رسم مصر عندنا مجموعة كبيرة من الشباب فشاركوا في هذه الأنشطة الأنشطة تنوعة بقى ما بين الجلود والمعادن وأشغال الخشب والنجارة والرسم والتصوير والعرائس كل ما يهتم به الطفل ففي الحقيقة لقت إقبال شديد جدا من أولياء الأمور ومن الأطفال ذاتهم والشباب بتوعنا شباب مشروع رسم مصر المتطوعين بجهدهم وخماتهم كانوا شغوفين جدا وحبين جدا هذه المشاركة يعني من بين الصور اللي حضراتكم عرضتوها كان في طالبة بتعمل عرائس بالقفاز فعرائس القفاز دي الشربات اللي هي جابها خلصت فابتدوا الأطفال يقلعوا الجزم ويقلعوا الشربات ويعملوا عرائس بالشربات بتاعتهم فروحوا البيت بفردة وفردة مش مهمهم هم يتعلموا حاجة جديدة بالزبط طبعا فده من المكاسب اللي حصلت يعني في معرض القاهرة السلاقي طيب عظيم احنا بنتكلم في مئة لوحة بتوصف مصر مش كده؟ أكتر من مئة لوحة نتائج المبادرة دي إيه؟ الأول زي ما في التقرير أشار إن هي زي رسم مصر أو وصف مصر الكتب اللي عملتها الحملة الفرنسية احنا بنرسم مصر وبنوصفها بالقلم وبالورقة وبالشعر وبالحدوتة وبالنكتة وبالمثل الشعبي وبالأغنية كل هذه التفاصيل اللي بتوصف مصر والشعار حتى بتاعنا اللوجو بتاعنا ومكتوبة كلمة رسم مصر بالكوفي وعلى هيئة الرنك الرنك دوان اللي هو كان السلاطيني المماليك بيكتبوا فيه أسماءهم وكانوا أيام المماليك برضو أي بضاعة خارجة من مصر كانوا يكتبوا عليها شغل مصر فاحنا استوحينا من ده الإسم أنا وصديقي المهندس نادر الشيخ ابتدينا المشروع دو من حوالي أكتر من سنتين سنتين ونص عملنا معرض المعرض ده فيه لوحات باعت للطلبة وعندنا معرض اللي جاي يوم 5 مارس إن شاء الله في كلية التربية الفنية نحن ننزل في الحقيقة مش معنيين قوي بالرسم يعني الرسم مش هو القضية الكبيرة القضية بتاعتنا احنا عايزين نربط الشباب بالهوية بتاعتهم بتاريخ مصر بالوطن الناس بتبقى ماشية في شارع ومش عارفة التاريخ بتاع الشارع ده إيه والإسم بتاعه إيه يعني مثلا لما نسمع في أغنية الليلة الكبيرة اللي عملها سيد مكاوي وكتبها صلاح جهين صيتي من القلعة لسوئة اللالة إيه هي اللالة فنقعد نبحث وندور وإحنا في ميدان القلعة فنتكلم عن جامع جوهر اللالة وإحنا في السيدة زينة بنقول إيه درب شاكمبة وإيه جوهر اللالة واللالة دي كانت وظيفة كانت وظيفة للرجل أو للسيد اللي هو مربي أبناء الملوك والأمراء ونتكلم عن أشهر الليلة في مصر اللي هو خليل آغا ونتكلم عن مدرسة خليل آغا ونتكلم عن الأطيام بتاعته ونتكلم عن عبد الله النديم لما يعني نتكلم عن الآغا دوان وقال شفت الآغا في النغنغة فمن هنا يعني من رسمة أو من مكان نبتدي ندور على الحوادية اللي حواليه اللي هي قد تكون نص سطر أو سطر في كتاب التاريخ التاريخ بيتكلم عن السلاطين والإنجازات والحروب لكن وراها قصص كتير طب إزاي بترجموها يا دكتور؟ يعني إزاي قصص دي زي ما حضرك قلت إزاي بتقدروا تترجموها؟ إحنا بنرسمها وبنرسم الأبناء البلد والأحياء الشعبية والحاجات البسيطة اللي هي ما فيش يعتنى بيها أكتر من قبل التاريخ التاريخ زي ما قلت الحضرك بيكتب عن المولوك والرؤساء وكده لكن ما بيكتبش أو بيكتب حاجات بسيطة جدا سطر أو سطرين عن أبناء البلد والحرفيش بتبقى كلمة في أغنية كلمة في مثل شعبي اسم شارع استلفت انتباهنا ده حي وبعدين الشباب أنا لقيته شغوف بدون إحنا لأول كنا بننزل نرسم كده عادي في المناهج بتاعتنا في الكلية بننزل نرسم لقيت إن الشباب مهتم أكتر إن هو يعرف تاريخ هذه الأماكن فبطلت أقرأ أكتر وأعرف أكتر عن التاريخ وعن العمارة عمارة هذا الأثر أو هذا المبنى وتواريخ الناس اللي عاشوا في هذا المكان وابتدين نربط ده بعض فالتوليفة دي هي اللي أوجدت مشروع رسم مصر وبعد كده بنسجل هذه الجوالات الفنية مع الرسومات مع هذا الحكي التاريخي وبننزل على هيئة أفلام وثائقية صغانطوطة في يوتيوب وفيسبوك على صفحة رسم مصر وقناة رسم مصر ده عظيم أن نحن نوصل للناس من خلال اليوتيوب لأنه أكيد مش كل ناس هتقدر أن هي تطلع على هذه الرسومات أو أن هي تشارك حتى بالنسبة للشباب لكنه يطلع عليها من خلال اليوتيوب أعتقد أنها وسيلة الأسهل والأقرب بالنسبة للناس كتيرا عشان نقدر نوصل لقطاع أكبر أنا يهمني وفي الحقيقة اللي احنا بنسعاده الفترة الجاية دي أن مشروع رسم مصر يجوب محافظات نصر كلها عايزين نرسم مصر من شرقها لغربها عدد الشباب المشارك بيزيد أه طبعا أنا بداي بحوالي 15 واحد كانوا طلب عني بعد كده قالوا البعض فالعدد زاد بعد كده ابتدى يجينا ناس من خارج الكلية بعد كده ابتدى يجينا ناس من المحافظات اللي موجودة حوالين القاهرة بعد كده الأطفال المشاركين اللي في الشوارع احنا بننزل مثلا نرسم في منطقة قايد باي منطقة شعبية وفيها بيوت شعبية الأطفال بيجوا معنا ياخدوا ورق وياخدوا ألوان ويشاركون الرسم ويعرفوا تاريخ المكان اللي هم ساكنين فيه فعلشان كده أنا نفسي يبقى موجود أكتر من فرقة من فرقة رسم مصر في كل محافظة من محافظات مصر نرسم تاريخ مصر بالورقة والقلم ونسجله صوت وصورة والناس تبقى عارفة تاريخ الأماكن اللي هي موجودة فيها تب دكتور حديك كلمت عن نقطة مهمة جدا وانه ممكن طلبة من خارج الكلية تشارك في هذه المبادرة لو حد دلوقتي بيسمعنا وحاب بيشارك في هذه المبادرة ممكن يعمل ايه؟ على صفحتنا على الفيسبوك يتواصل معنا واحنا بنلبي الدعوات ومش شرط طلبة يعني ممكن يكونوا خرجين احنا عندنا ناس عندهم ستين سنة وخمسة وستين سنة واطفال صغيرين وفيه أسر بتيجي لان بيجي رجل وزوجته وأولاده بيجي وعازين يتفسحوا مش شرط يعني عازين يرسموا عازين يسمعوا تاريخ عازين الكوليكشن دي كلها مع بعضها ففي الحقيقة هذه التوليفة المصرية الصميمة من أول الفطار الصبح لما بنفتر كلنا مع بعض لحد هذه الجوالات وانا توقف لصلاة الجمعة عامين يوم كامل يعني؟ يوم كامل ففي الحقيقة المشروع لقى تجاوب كبير جدا وعازين ننمي وعازين نطوره فإحنا دورنا كأفراد يعني برضو هيبقى قاصر إلى هذه المرحلة مش هنقدر نستمر يعني تتمحوا لإيه دكتور؟ أو حضرتك شايف أنه نفسك توصل لإيه؟ أنا نفسي زي ما قلت لحضرتك أنه نوثق تاريخ مصر ونرسم مصر كلها وده من خلال مجموعات لرسم مصر في هذه المحافظات ممكن بقى بالتعاون أو بالشراكة مع هيئات كبيرة مؤسسات كبيرة وزارات يعني مثلا بنوك مؤسسات المحافظات نفسها الجامعات الإخليمية حد يرعى الموضوع وزارات المهتمية بالثقافة والشباب والوعي الأثري والسياحي مشروع زي مثلا حياة كريمة إحنا ممكن نشارك مع هذا المشروع طبعا توسيق لهذه المرحلة مرحلة مهمة جدا وفي الحقيقة ده بيجاوب على الأسئلة كتيرة بتتسئله ما لهاش إجابات زي يقولك إن الشباب مثلا مهمل والشباب بيضيع وقته في كلام فارغ في الحقيقة الشباب بتاعنا ممتاز جدا الشباب بتاعنا عايز بس يعني إن إحنا نوريه الطريق نوريه السكة وده اللي إحنا بتعمله وده اللي أنا اكتشفته يعني أنا اكتشفت من الشباب ده على ساعات مثلا عيان مثلا يوم الجمعة ده كويس بس بنزل واجه على نفسي علشان شايف حماس الشباب وقعد منتظر من الجمعة للجمعة فلازم أكون مساهم معاهم في هذا الحماس طيب دكتور حديدك بتقولي إحنا بنوثق تاريخ مصر فبالتأكيد بنستعين بكتب ونستعين برضو بأساريين بالتأكيد عشان برضو نخرج معلومة دقيقة ما مش معقولة أرسم واجيب معلومة من سكان هذا المكان ممكن تكون معلومة مغلوطة أو يعني معلومة مش دقيقة فبالتأكيد يجب أن يكون فيه تنسيق مع أساريين أو مع كتب موثوق فيه صحيح سؤال حضرتك في محله ورغم أننا بنستعين بمراجع وأساريين بس برضو بنستعين بأهل المنطقة في حاجات هما ساعات بيقولوا أساطير في بعض الأماكن طبعا أساطها الأجيال طبعا الجيد بيحكي وفيه ساعات بتبقى حاجات حقيقية حاجات حقيقية لك مثلا أنا ابن 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 فلان اللي كان عايش في هذه المنطقة بالنسبة للمراجع والدراسات اللي احنا بنستعين بيها يعني طبعا إحنا عندنا كتب التاريخ العمدة في هذا المجال مثلا زي المقريزي وبن إياس والجبرتي وتاريخ البطرقة وكل هذه الكتب الأساسية وفيه ناس بعد كده ابتدوا يبسطوا هذه الكتب وفي الحقيقة من ضمن الحاجات العوامل اللي حفزتني على دخول هذا المجال الكتب اللي هقول لحضرتك عليها دي فيه كتاب مثلا اسمه شندباب مصري بتاع حسين فوزي فيه كتاب مصري من تاني بتاع محمود السعداني فيه كتاب أحمد بهاء الدين تمت الاستعانة بجموعة من الكتب ومؤرخين وآثريين وكمان سكان هذه المناطق لتوثيق هذه المرحلة المهمة وتاريخ مصر بنشكر حضرتك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا شكرا بطور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير فيه كليت التربية الفنية بجامعة حلوان شكرا جزيلا لك شكرا